يسعى حزبان ليكود واتحاد اليمين لصياغة بند في الاتفاق الائتلافي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية لتشمل السيادة الإسرائيلية المستوطنات في الأراضي المحتلة وفي سياق منفصل أكد رئيس حزب كولانو موشي كحلون أن حزبه سيتوجه بشكل مستقل إلى المفاوضات الائتلافية مشيرا إلى أن الوحدة مع ليكود غير محتملة في الوقت القريب بدوره يعمل الوزير حايم كاتس على تشكيل جبهة في قيادة حزب ليكود تمنع الوحدة مع كولانو بالدعاء أن من يريد الانضمام إلى ليكود يجب أن يفعل ذلك بموجب دستور الحزب